الفيديو ده تلخص اللي حصل في مؤتمر قبل للمطورين وتم الاعلان عن اكتر ممنتج منهم صفت وير ومنهم هارد وير زي ما احنا معتدين من قبل اخر كم سنة في بداية المؤتمر تم الاعلان عن بعض المنتجات زي ماك بوك برو و 15 انش و ماك برو و ماك ستوديو والاعلان ايضا عن المعالج العظيم M2 Ultra اللي هيقدم اداء عظيم جدا وخصوصا في الاجهزة الجديدة ويعتبر من اكوى المعالجات اللي تم صنعها الكمبيوتر شخصي ساعة الرام بتصل ل 192 جيجا تغير سرعة الاداية القوية جدا الغير مسبوكة وبالنسبة لانظمة التشغيل اللي نزلت iOS 17 iPad OS 17 و Mac OS ووتش OS 10 وفجان OS بالنسبة للمهم بتاعنا بقى وهو iOS 17 اول حاجة تحديث جديد لتطبيق الاتصال تصميم جديد لشاشة الاتصال وبتقدر تعدل علاقة براحتك وهيزهر للطرف التاني الشكل او الصورة اللي اخترتها لي كمان دلوقت في اي ميسج تقدر تحول الرسالة الصوتية الرسالة المكتوبة لو انت في مكان مش قادر تسمع فيه الفويس وبقيت تقدر تعمل ريبلاي عن طريق سحب الرسالة من الجنب زي واتساب ودي قبل ما تضاف كانت حاجة بيخة جدا بصراحة بالاضافة لانك بقيت تقدر تعمل فيستايم ميسج ميزة جديدة وهي نمدروب وتقدر من خلالها انك تبعت لأي شخص رقمك ووسائل الاتصال الخاصة بيك بسرعة جدا زي اللي في الصورة بالضبط بعد كده ميزة الوتو كوريكشن اللي كلنا او معظمنا بيقفلها من اعداد الكوبورد دلوقت وصلها تحديث مميز جدا وهتقدر انها تحدد الكلمات بشكل اضك وافضل من الاول بكتير جدا ميزة حلوة جدا ومفيدة ومنتظرة كمان ارض رب من مشاكله انك لما الاتصال بيتقطع وانت بتبعت اي ملف لأي حد بيبقى خلاص كده لازم تبعته تاني دلوقت حتى لو الاتصال اتقطع او حصل مشكلة هيكمل نقل عادة عن طريق النت بعد كده تطبيق جديد من قبل وده وظيفته انك بتكتب فيه يومياتك وكمان بتقدر تقفله باسورد او باسمه عشان تحافظ على خصياتك وتضيف فيه صور اوجات الاتصال الخاصة بيك استاند باي ودي ميزة جديدة لاجهزة اللي بتدعم قلوس اندس بلاي لما الفون بتاعك يكون في وضع اوفك بيظهر لك شكل الساعة مختلف وتقدر تضيف وجيت مميزة بعد كده لما يجيلك مكالمة تقدر تحولها على الفويس ميل ومحتوى الكلامة يظهر لك لايف على شكل كلام تقدر تحدد هم هم ولا لا وتكرر تستقبل المكالمة او لا والوفلاين مابس بقت متاحة دلوقتي وما بقيناش محتاجين نقول هاي السيري تاني عشان هي السيري بقت كفاية وبالنسبة لاجهزة اللي هتدعم التحديث فهتبدأ من اول ايفون اكس اس لحد سلسلة ايفون خمستاشر اللي هتنزل في شهر تسعة وهيكون معاهم ايفون اس اي اتنين وتلاتة يعني كده ايفون اكس وسلسلة ايفون 8 وايفون 8 بلص مش معانا ندخل على ايباد او اس 17 اول ميزة وهي تفاول التطبيقات بشكل مصغر بمعنى لما تختار تفتح تطبيق بتتحكم انه يتفتح بشكل كامل او يتفتح بشكل مصغر بحيث تفتح معاها تطبيقات تانية وتلوقتي تقدر تعمل كاستومايز لشاشة الاف للايباد نفس اللي بنعمله في الايفون بالزبط ودلوقتي كمان تقدر تستخدم تطبيق هيلس على الايباد نفس الايفون الميزة اللي بعد كده بتعتمد على الزكاية الاصطناعية بشكل كبير الميزة الملفات بدئف بيتم التعرف على الملفات والتعامل معها بشكل اكثر دقة ودلوقتي نتكلم عن ماك او اس الجديد باسمه الجديد مميزات ونفس المميزات اي او اس 17 وايباد او اس وكمان مميزات اضافية واولها هي اضافة سكرين سفر جديدة ودلوقتي تقدر تسحب الودجت للدسكوتوب وبتفضل شغالة فيه طول الوقت والمميز كمان في الموضوع انك تقدر تضيفه من الايفون ومش هتحتاج تنزل نفس الودجت تاني على الماك ودلوقتي نظام الماك الجديد باللي اعتماد على قابل سيليكون بيدعم نظام الالعاب بشكل كبير جدا بنظام جيم مود وبيودي الجرافكس طبعا في حتة تانية ميزة جديدة ومفيدة جدا لصناع المحتوى تلوقتي تقدر تشغل كاميرا الماك والايفون هيقوم بوضع واجهك امام المحتوى زي الصورة بالزبط والميزة متوفرة كمان لتطبيقات الاتصال ميزة حلوة جدا ضم اضافتها لسفاري وهي انك تقدر تلوقتي تتخصص اكتر من بروفايل بحيث واحد للشغل وواحد للحياة الشخصية وفي ميزة جاية للإيربودز وانا باعتبرها من اعظم المميزات في المؤتمر ادابة في اوديو تخيل تكون الإيربودز في ودنك مفاعل وضع العزل هتقدر تسمع صوت اللي حواليك لو شخص بيتكلم مثلا انما العزمة في نفس الوقت ان لو فيه دوشة حواليك او اصوات مزعجة الصوت بيختفي الواحد فقط من الدوشة دي بالنسبة لابل تيفيه الميزة كويسة جدا بس هتبقى مع فنادق معينة لما تروح فندق فيه الميزة دي هتقدر تعمل سكان للبركود اللي هزر على الشاشة وتقدر تستخدم نت مجاني من الفندق وكمان بتفعل اشتراكك الخاص بابل تيفيه ودلوقتي الفيس تايم بقى مدعوم في قابل تيفيه بالنسبة لويتش او اص عشرة دلوقتي النظام يعتبر متغير جدا من شاشة القفل دلوقتي فيه تفاعل اكتر من التطبيقات زي الطايمر بيظهر معك مجرد ما تحرك الكراون وكمان بيظهر لك ويتش كتير تقدر تتحكم فيها كلها من شاشة القفل وتقدر تعمل كاستمايز للويتش دي مجرد ما تضغط عليها دغطة مطوالة وفيه بعض الفيسيس الجديدة تم اضافتها بالنسبة لانسام سايكلنج الخاصة بمحب الدراجات تم اضافة بعض المميزات الجديدة وتقدر تربط الساعة بالدراجة لو بتدعم الميزة دي بعد كده ميزة تتبع الحركة البسيطة بمعصة ملياد ودي خاصة بالرياضات اللي بتحرك فيها معصة ملياد بشكل كبير ودي هتكون بتدعم سلسلة السيراس 8 والألترة فقط ميزة جديدة في تطبيق الصحة مشاركة بين الآيفون والساعة ومن خلال هتقدر تسجل مزاجك في أي وقت يعني متضايق الساعة 7 ومبسوط الساعة 8 وقابل طبعا بتقول انك لما بتسجل مزاجك ده بيساعدك انه يحسن من نفسيتك بشكل أكبر ميزة غريبة بس حلوة في الآيفون والآيباد Screen Distance وده اتعرفك اذا كان الجهاز قريب من عينك ولا بعيد عشان اجهاد العين قابل بتحافظ على صحتك وانت لسه ودلوقتي قابل في جامبرو نضارة قابل الزكية بقت موجودة بشكل رسمي مش هنحتاج الشاشات الثاني خلاص النضارة ده هتودك في حتة تانية وهتستخدم فيها إشارات العين والصوت والإيد وهتعرض قدامك كل حاجة بتقنية الواقع المعزز التطبيقات اللي بتفتحها وانت بتستخدم النضارة ده حرفيا بتبقى حواليك بتفتح اكتر من تطبيق في كل مكان حواليك وبتتحكم فيه بشكل كامل لما تكون بتتفرج على حاجة معينة من خلال النضارة وفي حد ظهر حواليك عينك بتبقى بينة وانت شايفه هو شايفك وبتتعرف النضارة الواحدة طبعا على الموضوع ده كل حاجة هتتحكم فيه بعينك التطبيقات والأزرار بدون ماوس عينك هي الماوس ده شكل التطبيقات وتصفح المواقع من خلال النضارة ولو في حد بعد لك أي ملف 3D هتقدر تسحبه وتشوفه بالشكل ده وكمان لو عندك ماك تقدر تسحب شاشة الماك وتستخدم الماك من خلال النضارة برضو ده شكل الاشخاص اللي بيظهره وانت بتتكلم فيديو ولو انت بتشوف حاجة مهمة والنضارة تعرفت انها مهمة هتركز عليها والمكان حواليك هيبقى داكن شوية لما تكون بتتفرج على فيلمة ومسلسل كل حاجة بتطلع لك من الشاشة حرفيا وتقدر كمان تختار أبعاد شاشة العرض اللي هتظهر لك هتقدر طبعا تلعب من خلال النضارة ودي شاشة العرض اللي بتظهر لك وطبعا 3D يبقى ديزني اضافة تطبيق ديزني بلس على النضارة وتم دعمها بالكامل طبعا بالنسبة اللي بيلبسه نضارة في الطبيعي فمعمل حسابكم عادي في الموضوع ده وتم اضافة لينس خاص بيهم البطارية بتبدل معاك طول اليوم وانت موصل للبطارية الاضافية بتاعتها وفيه كمية سنسو الرهيبة وكمان معالج امتو هيخلي الأداء عامل عزمة وكمان معالج R2 وده عشان يضمن لك ان ما يحصلش اي تأخير ويسبب لك اي اصداع او دوران ومش بس اخترعوا النضارة خاصة بيهم لأ وعملوا نظام لها كمان Vision OS وطبعا فيها متجر تطبيقات خاصة فيها وده جمعوا فيه كل طائطهم iOS وMac OS وiPad OS وموجود فيها نظام Optic ID وده نظام الحماية الخاص بالنضارة وده نظام كو جدا واكوى من الايفون والايباد وهيفرق عادي حتى بين التوقم عشان البصمة دي دقيقة جدا النضارة تتوفر السنة الجاية بسعر 3500 دولار الانظمة الجديدة التجربية تتوفر من النهاردة وطبعا الاصدار الرسمي هيكون في شهر 9 ونشوفكم ان شاء الله مؤتبر الايفون القادم وبنعتذر عن التأخير في تخطيط المؤتمر اكتب لي تحت في التعليقات الفيديو الجاي يكون عن ايه وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد